احضروا لي انا الرجاها الان. خطني رقم واحد في الهجاة. الزمالك بيكسب الاسماعيلي تلاتة واحدة ومباراة مثالية وبيكسب وبشوف لعبته الاساسية واشوف لعبته البودلاء وبتشيك او البتشيك ملك التكتيك بقدم مباراة كبيرة جدا هنتكلم في جهاز الحياة النهاردة عن الاسماعيلي وعن الزمالج. فلو الحالة دي وصلت لك نزيل ام لايك وعمل سبسكرايب وفعل جرس عشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا نخش نتكلم على طول وكيف الزمالج حسم المركز الثاني. الزمالج يخش الماتش بتشكيلة فيها مزيد ما بين المدراء وما بين الاساسيين. يعني مسلا بدأ في حراس المرمى والجبل قدامه الرباع خط الدفاع اللي هي ماتش الرجاء احمد عيد بحمل عبداللاني عحمود الوينش وعبدالله جمعة بلعب ان تفلوس ملعب طلع يا حابد يومها معشور وباع الهجوم ما فيش حد منه اساسي غير مصطفى محمد ويلاعب ونجمع نحت المين كاسون في رحل شمالش كابرة في القلب تحت مصطفى محمد. الزمالج المميز فيه واللي خليها يكسب الماتش بدري بدري انه دخل واخد المباراة بجدية من اول دقيقة. ده المميز في الزمالج المرضى انه دخل المباراة واخد المباراة بجدية مش داخل مستهون بالمباراة او داخل لو انا كده كده هكسب او يجي في اي وقت لا. الزمالج داخل مباراة اا مركز جدا في المباراة عايز يكسب المباراة واخد المباراة بكل جدية وده كان مميز مرضى للزمالج. ادى ان الزمالج يقده مباراة كويس شويت لأول. شويت لأول جابنا الزمالج كان بسكورة كان ضاغط كان هو اللي بيحاول يوصل جول اسماعيل انام في الاخر في نهاية الشوت كان الاستحفاظ للسماعيل واحدة خمسية تسعة واربعين وكان الاسماعيل شايت اكتر على الزمالج في المباراة لكن الزمالج الكور اللي كان بيروح بها على المرمى كان الكور فعالة على المرمى. محمد STW راحبه كورة ومحمد فاو راحبه كورتان الزمالج كورة الجمه ده عام صاحب محمد وكورت الجمه ده عايقسانجو وفيكورة او كورتان ده tengah بدين يا براها بخمس سية كورة على المرمى الاسماعيلي سجيلنا منه الجرين وده كان بمم是 la z بان النهاردة انه ضعيف او بان انه فريق حش تماما ان امكانيات لعبة الاسماعيلي وحشة. امكانيات لعبة الاسماعيلي وحشة. الاسماعيلي بمكن تلاقي لعب او اتنين بيت كتير قوي في السكوات بتاع السنة دي. عبدالرحمن مجدي لعب مواصفات عالية لعب كويس بس فينش عنده عايز تحسن. محمد عبدالله الشامي ومحمد الشامي تقريبا لعب برضو كويس بس الشهد الكتير مدبولي. يعني بس انا ممكن تلاقي في السكوات كله بتاع اسماعيليal française تلاقي مثلا محمود البدري. اه محمد الشامي عبدالرحمن الدى فريق بش بالمقاومات انه ياخد بطوله وفريق نافذ على البطولة وفريق يلعب مباراة بيتا. مش بالمقاومات ده لانه وعندوش في العناصر الى risking يعمل مباراة بيتا قدام السمالك او قدام 얼ى قدام بيرد Content Hand that meant. قدس انا الاسماعيلي الى كان بنفس على وجود اساسمالك. وسامالك دخل مباراة عامل حساب ده. الاسماعيلي بيحاول انه يخرج بالسيزن او ينهي السيزن بشكل كويس انه يكسب الزمالية. مسلا لكن لقابل الزمالية ما دهومش فرصة. قد ما نجيب ضغط بدص الملعب كبير جدا من مام عشور وطارع حامد. الخط الخلفي ما كانش مستود. ابو جبل. ابو جبل فعلا السنة دي من افضل حراس مصر. ابو جبل السنة دي بيقدم نوسم عالمي. بمشي الكوارة صعبة. اه سابت متخلي الدفاع اللي قدامه سابتين هو سابات الحالس والحالس طول ما هو واصل في نفسه الدفاع اللي قدامه يبقى تقيل وواصل في نفسه. عروف. ابو جبل قوته وسكت في نفسه المدافعين بيستمدوها منه. ودي حاجة كويسة جدا. ان ابو جبل فائق السنة دي. المنظومة كلها. سبب تلعب ابو جدلية وتلعب السين اللي عيبها فايلة. شي كالنهاردة. شي كالنهاردة بيقدم لمحة مميازة. زي ما كدبت على فيسبوك بروشتين ان شي كبالة ادى كزا لمحة النهاردة. على الواقف تبينه ان شي كبالة لسه ساحة. ولكن ولكن هنا هتلاقي مسلا شي كبالة في كان بيحاول ينزل لو ياخد الكرة ويجري ويرقص ودريبلينج وسرعة والكلام ده. مش بتاع شي كبالة خلاص. الحاجات دلي كان شي كبالة بيعملها زمان من خمس ست سبع سنين انتهى حاليا. لازم شي كبالة ينزل ما عارف انه يلعب على الواقف. انت بتلعب لعب في العمق تاخد الكرة من قبل نص المرعب تجري خطوة تجري تانية تجري تطلع الكرة من ريب لك. لكن ليه انت تجري بالكرة وعايز ترقص واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة لو كنت اعمل مثلا من عشر سنين ولا حاجة ده زمن وعدة وفات خلاص. لمسات العلواقف دي يبيني شي كبالة كبير ولعب لسه ممكن يدي سنتين جمان. لو بيفضل لو لعب على نفس النظام ده. شي كبالة النهاردة ادي لك كزا سروق عالمي. عالمي. منهم سروق طاعة الجون التاني. لو قاعد استنى استنى لحد اما ونجمه طيلة وراح رمي لسروق ويش رفله وروح يا معلل من الجون. ده حاجة مميزة جدا من شي كبالة. الجون الاول كان سروق بينيا من طرق حامد عالمية. ما بنجماش كتير من طرق حامد طرق حامد بيدي سروق مميز من طرق حامد بستلم قورة ولا اروع بنزلها قدام خش يحط في محمد اتفاوز الجون الاول. بعد كده الجون التاني كاسون جوتاب اينا عطوه نص الجون اصلا من لقنا هجمه ويش كبالة. يدوب بس او دخل لما سروق طاعة في الجون. والزمالك بيقدم شكل كوي. الزمالك النهاردة بالاداة اللي شوناها ما يخوفناش من مبارات الرجاء. اللي هو خلاص اربع تيام هتلعبهم. ده لو جوم يعني. مباراة النهاردة الزمالك قدمها سواء على المستوى اليه جومي او المستوى الدفاعي. لأ. الزمالك بتشيكو النهاردة اللي كان عجبني انه شاف الجدلاء وجهز الجدلاء لمبارات الرجاء انه ممكن لعب او الدم اللي شوفناه ومن النهاردة بدأس يممكن يعتمد عليهم زي كبالة وقناجمة مسلا. ممكن يعتمد عليهم في مبارات الرجاء. يعني يعتمد عليهم كبدلاء في مبارات الرجاء اللي جاية. واحد زي اسلام جيبر لما نزل ممكن تعتمد عليه في زر اصابة عبدالله ضمعة ومحمود الوينشين اخبار اللي انا جايالي اول اخبار لان عارفها ان اللاعبين اصابه اصابة خفيفة وبكرة يعملوا لعبين اشاعة ويشوفوا مدى جازيات المبارات الرجاءة ولكن المعروف ان اللاعيبة ان شاء الله هتلحق بشكل كبير جداً المبارات. الاصابات خفيفة والجازب فاني خرج اللاعبين خوفاً ما انتفققوا من الاصابة ومش nellaعبها اصابة اصابة كبيرة يعني فهو خرجوا اللي هوا مصابين لا اولا لا الاصابات عندهم العب اصابة اصابات خفيفة فما جازفش بهم وخرجوا عاده جنبه. ولو ماتش كده كده محصوب اتنين سيفرشت لأول يعني. خلاص ريح لعبين عبدالله وان شاء الله بكرة اعملوا اشيعة. وينزلوا التدريبات يوم اه يوم التلاتة او يوم الاربع بالكتير. ويجهازوا الماتش الرجاء الشيء هو حتى لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اسوأ المواقف وسط والاحتمالات ان الاتنين ملاحقوش ماتش الرجاء. عندك مدلق ليه? امثل بديل او اكتر بديل يقدر يقف على رجل كويس اسلام جابر. اسلام جابر ملعبة لنفجانة بصراحة. لعيب انا بجيبه بيقدي في كل المراجز الا مركزه. انا ما بتخط اسلام جابر وينج ما بيعملش ماتش. لكن حط اسلام جابر بكش مال بيعمل لك ماشي عالمي. حط اسلام جابر في نص مرعب لك ماشي عالمي. اسلام جابر اكتر لاعب مناسب للتعود عبدالجامعة لو لا قدر الله ما تحكش مبارات الرجاء. ومحمود اه البديل بتاع محمود عليها. محمود عليها خلاص. اه بقى بنسبة مية في المية وهيجي وهينزل بكرة التمرين. التمرين الجماعة ينزل بكرة بشكل كبير يعني بشكل طبيعي خلاص هينزل بكرة. فخلاص يعني. محمود لو لا قدر الله مش هيلحق ايه بمحمد عبدالغاني ومحمود عليها في مبارات الرجاء واسلام جابر كباكليفت. بس ان شاء الله بإذن الله عبدالله دعوه. والوينجي اللي اتنين يلحاول انها الاصابة خذيفة. ويوي بشكل كبير هلحاول النسف انها ان شاء الله باتشيكو. باتشيكو النهاردة شفناها بيبدأ بالمزيج بين السين والبودلاء ولكن في نهاية المغاراة لازم كان نجهز الفريق الاساسي بتاعه نزل اه زيزو نزل بن شارقي اللاعبين نزلهم في المغاراة النهاردة دخل كويسية اتنين لما نزلوا فرق شفنا فرق كوالدي شفنا فرق كبير بين كسومبو وبين شارقي وبين شكبالا وزيزو زيزو لعب تقيل لا بتقيل بن شارقي لعب تقيل شفناهم اتنين لما نزله ونجم مع مستوى محمد لا قدمه كورة قدمه كورة قدمه كورة واللعب امام عشور يا جالة لعب راجل اقوي منه للله مش انه ما ايديش في افريقيا منه للله. امام عشور لعب راجل راجل بلعب مركز مش في مركزه اصلا وبيقدي فيه وراجل. بيعمل اسيست الجنة التالت بن شارقي بن شارقي بن شارقي بن شارقي يا معلم بن شارقي. نزل حطي جو على طول. نزل طيقتك جو انه اه كان من الشرف دي يسيرل كلباكم يا شباب. خلاص بن شارقي لا غنى عنه. لاعبي فيه لاعبين كده كزا لاعب في الفريق ما يدرش تعوض. اول لاعب من الفريق ما يقدرش يتعوض. ما يقدرش يتعوض تماما هو طاري حامد. طاري حامد من اللعيبة اللي ما ينفعش يتعوض له. او ما فيش حد يعرف يعوض. طاري. طاري. طاري يفارق كبير جدا. فارق السنين ده قوية عنها هي لعبة تاري في زمالك. طاري يستخلصت الكرة. ضغط التسلم ويستراموا التسلم. لا لا في حيط التاني شيء. طاري حامد. طاري حامد. لا غنى عامل في زمالك. لا غنى عامل في زمالك. لازم نحفظ عليه. طاري حامد ده يقعد في البيت كده. يعني يقعد كده كده باتشيكه ويمسيه وكده يحبسه. يخلص تمريل ويحبسه كده. ما يطلعش. لحد بقى الفاينال ولا حد ما تشربه. والعب التاني بردل ما قلوش بديل وما يتعوضش بالشارك. كسون جنهار ده لائب شوط جاب دينا شارك. جاب دينا الترباء والله اراضي يعني عندي بلي فرق عموضش. العامل بيه مثلا فاينال او سيني فاينال يان هارسل يان هارسل يان هارسل من شارك يلعب. من شارك لا غنى عنه. مصطفى محمد لا غنى عنه. لا غنى عنه. مصطفى زيزو. زيزو. عند التلات اربعة لأيبة في الفريق لا غنى عنه. مصطفى محمد زيزو. من شارك طريح عامل. لازم محافظ على اللاعب دي. واللعب برضو اللي ما فاجآني واللي من دي ما اداء عالمي عالمي عالمي. اسلام جابر. اللي بنزل في نص مرعة وقباج ليفت. محمد عبدالغاني في قلب الدفاع بيقدم مصطفى عالية. احمد عيد. احمد عيد اللي لعب عشر سنة. اللي اللي لعب ماتش الرجاء عالي جدا. النهاردة لعب ماتش اسماعيل عالي جدا. ولو لعب ماتش شغال عودة برضو هي قد مباراة كبيرة. احمد عيد لعب وباك شمال من تراسفيد. لازم نحافظ على احمد عيد. زمالك قد مباراة كبيرة النهاردة. قد مباراة جميلة. اللي خلى زمالك قد مباراة كبيرة واللي هو يبين لنا احنا نستريح من ناحية مباراة الرجاء هو الجدية. ولازم لازم لازم لابد الزمالك قبل مباراة الرجاء تنسى لها نتيجة الزهاب تمامين. تنزل المباراة حتى هدف واحد هو الفوز بالمباراة. هنعمل حلقة خاصة اصلا مع مباراة الرجاء والزمالك اللي هنجيب. لو تلعب بكرة هنتأكد سويا يلعب سويا هتلعب ولا لأ. بكرة هيتأكد زوار الرجاء اصلا هيجي ولا لأ. فيبقى في حلقة ان شاء الله خاصة عن المباراة قبلية ان شاء الله بيوم او بيومين. فانزل المسابسكرايب بعشان من تلحق الحلقة او كده. بس انتكراي في مرات الزمالك والاسماعيل قول لي رايك انت في الكومنت سو مجرورك الجيلة الحصد بتاع مركز التاني واللعبة في افريقيا السنة الجاية. في برامس اللي هي قدام الاسماعيلي. فقل لي من وجهة نظرك ايه? او مين? مين لعيبة الزمالك? لا يا خينا عنه ومش هنعرف نعوضه ولو غاب لقدر لهم برامة مهمة. ولو الحلقة تنسيش تعمل اللايك وعمل نسابسكرا في قانونة واشتراك فرق جرس عشان تجيلك كل جديد. وتابعونا اعطي شميلة في فيسبوك وتنسيش ترك الانستجرام وتنسيش تحت. ورح تابعونا عليهم. وعمل نسابسكرا على فيسبوك كثيرا على تترك كما عاكم وشوفنا الحلقة جاءة. سلام.